اشتركوا في القناة 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 وفي وسط بعضهم ونبدأ مع بعضنا فيه طريقة التشكيل بالنسبة لها خاطرها عملتها الجيش راو الجيش بالسيف ما يتشكل يبدأ كلي كما قلوا احنا ارتب على الاخر كيمش تعملوا الحم راو يتشكل معكم بكل سهولة بالنسبة للجيش كيف تجيوا تشكلوه زيتوا يديكم بالباهي باش تنجموا ما نالك عبر يجيوكم مسامحين بالباهي بالنسبة لها يستعمل الجيش مفروم تنجموا انتم تستعملوا الحم مفروم وإلى اسكالوب دو دانت نجموا وتعملوا الحاجة اللي تحبوا عليها بالنسبة لها عندي جيش مفروم قلتنا خلي نعمل به هو لك عبر طوالجنا باش نحضروا ما بعدنا مرقة الجلبانة كيما تشوفوا خطيت تنجرة حتيت فيها كمية بهية متع زيت وش نقلي فيها بصلة في الثانيش نعملوا ما بعدنا سلت مقارونة كيما تشوفوا المي متاعي غلي شنحط فيه كمية المقارونة والمي متاع المقارونة ذاكة ملاحتو وحتيت فيه دب شوي زيت طوالجنا نرجو لمرقة الجلبانة كيما تشوفوا خطيت بصلة متوسطة قصيتها مي شاكلي جويدة على الاخر ومش نحطها تتقلق في المرحلة هادي بالنسبة لها راني عملت غلطة صغيرة ونرمموه بالنسبة للكعبر متاع الجيش نحطهم ملول في كزيتا ذاكة اللي باش نطيب فيه جلبانة متاعي بالنسبة لها نسيت حتيت ملول لبصالم بعد تفكرت طوالجنا الكعبر هذوكم معنا يا قليتهم في زيت وحدهم تجاج متاعي خرجتو من مقلعة تابساية تاو باش نتعدى مبعدة تحطي رسلات المقارونة كيما تشوفوا فيها استقترتها من الماء وتاو باش نفواحها بالنسبة لرسلات المقارونة نحط لها مايونيز حط لها زيدة سفنيري او جلبانة في اللي دوزة كومن حط لها مايز نزيدها زيدة تن وزيدونة دي رسلات متاعي كنت حاضرة دي اسلات المقارونة متاعي حاضرة تاو مقاليقين باش نحطها في تباق تقديم وماشاء الله شوفوا كل الوين ماحليهم بالنسبة لسلاتها هذي روت نجمو كإضافات نجمو ديدولها فريانت مع دنوس نجمو ديدولها زيدة عظم مصموط ديدول حاجة اللي تحبوا عليها عشان كامل طيب مرقة تا جلبانة كيما تشوفوا فوحتها ملح كوركم فلفل لكحل بالنسبة للملح والكوركم حتيت مغرفة صغيرة وفلفل لكحل تيما نحط شتار مغرفة صغيرة على خاطر مرحي بارشا زيدة زيدة مغرفة ونصف تماتم معجونة وتاو دي ريكت باش نمرق بالماء بالنسبة للتماتم راو في المرحلة هذي متخافوش منها تجيكم قارسة على خاطر لبسل دي جام قولي بالباهي التماتم باش تاخو كل حرارة دي كمتاع لبسل دم مرقة بالماء حتيت فلفل احمر هريسة شايحة عودت مرقة مرة اخرى وحتيت فسطوم قسيته جويد وباش نحط كمية جلبانة على جنب باش نعمل زيدة بطاتة بالنسبة للبطاتة دي كا قسيتها عن كارتية وباش نحطها في المرحلة هذي التماتم جلبانة والبطاتة باش نسكر عليهم تنجرة الضغط 10 دقايق ملي تلطلع على الفلسة وباش نرجع له في الاثنين شنحضرون بعضنا بوزة متاع دروع وزقوقو بالنسبة للبوزة دي بصراحة اكتشاف لحقيقة تقوش عليك تاكل في الزقوق بالنسبة المكونات حتيت 250 جرام دروع بزقوقو مرحي مع بعضو شنحط عليهم 800 ميلي لتر ماء دو مرحيتهم بالباب بعضهم بالبراميكسور باش ما يكعبروا ليش وحتيتهم يتيبوا كيما تشوفوا البوزة متاعي بعد ما تابت باش نزيدها كمية السكر بالنسبة لها باش نحط خمسة مغارف كبار كيما تنجموا توصلوا حتى لسبعة مغارف معناه بالنسبة للسكر حسب الضغط وانتمة والحلاوة اللي تحبوا عليها كيما تشوفوا دومة حتيت السكر باش نخلط باش نرجحها شوية عالنار وكيما تشوفوا في اللون متاحها اغماق بالبيه البوزة متاعي وقال السحل بحصيله بالنسبة للتسميات تختلف توم بقالي كامش نحطها في طبق تقديم وكيما تشوفوا ذاك القاوم اللي تحصلوا عليه ما تكون شاكلي عاقدة برشة وإلا جارية برشة بين بين نفس الوقت كيما تشوفوا جلبانة متاعي تابت البطاطا كيف كيف توم بقالي كامش نحط الكعبر متاع الجيج بالنسبة للكعبر متاع الجيج راني بالعاني قليطهم من اللول على خاطر معناه خفط لا يتفضر شو بالنسبة للحمد مفروم حاجة أخرى معناه يلموا رواحهم برواحهم بالنسبة للتجاج معناه حبيت نقاليهم من اللول كيما تشوفوا حتيتهم في المرحلة هذي توبش نحط جرون فلفل بتبيع بعد ما شاقيتهم في الوسط وملحتهم دوب شوية شخليهم يعملوا غلوة كيكا متاع درج ونرجع لهم هذه سلات بلانكيت فاضلتنا من البرح كيما تشوفوا بش نحطها في طبق تقديم بالنسبة لسلات بلانكيت بتبيع خبيتها في الفريجيدير من البرح لينا شنو كلينة والفاضل او كي حتيتوا مع طاولة شاقال الفاضل متاع اليوم كيما تشوفوا كل شي حاضر ما بقى ليكم شنواريكم الحاجة اللي عملتم في طبق تقديم وإلا فتها ولمتانة كيما تشوفوا ديكا الجلبانة سلات بلانكيت سلاتة مشوية كلامر باني وصلاتة المقارونة هذه اتبارتنا اللي كانت بالنسبة لليوم نشاء نكون فتكم ولو بإفادة بسيتا وطاو مقاريكم شغلكم بسلامة في امان الله وشي طيبة ترجمة نانسي قنقر